اشتركوا في القناة 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 لتراوح اعمار تقريباً من السبع تاعش او الستاعش سنة لقاية ال 26 سنة هذه أعمار التي تتسابق وبالاضافة الاستهتار من نضبطهم أحنا ناخذ فيهم الامل وطبعاً نختلف في فصل الصيف وفصل الشتي يختلف عندنا أنواع الاستهتار أو مواقع الاستهتار المخالفات ، او المخالفات سيف فصل الصيف يعني تكون بماocket معينة عارفين هي وعارفين أنواع السيارات وعارفين مواقعها بلشته تزيد عندك هي الدراجات النارية بالإضافة إلى البقيات بلشته هذي يهم بعد نفس الطريقة في السهتار وفيهم حركات بهلوانية على الدراجات والبقيات وزعاج الآخرين الكل عارف أن البقيات تتمشي بين الفرجان وعند البيوت وهذا طبعا كله ممنوع منع باتن أن يستخدم البقيات في الطريق العام لهم أماكن مخصصة لأماكن البرية هو يستخدم هناك فهذه بفصل الاشتاء تصير عندنا السباقات أكثر شيء ومخالفات الدراجات النارية طبعا المضاحف بشقالين 24 ساعة وتلقون البلاغات 24 ساعة بدورهم أهم 24 ساعة بحث وتعري طبعا أنت عارف اليوم أعداد السيارات في الدولة الكويت نقول ما نقول للكل نقول نسبة كبيرة في منهم يقومون في الاستهتار ورعونه أو اليوم نشوف في السوشال ميديا الناس قاعدين ينتشر فيديوهات يعني خلال غضون ساعة نص ساعة نضبط السيارة في مرات تأخذ بياننا يوم في مرات تأخذ بياننا يومين لكن الإجراء ما نترك السيارة إلا نقوم بضبطها وبضبط من ارتكب المخالفة نفسها نعم الأقيد محمد كلمة تحب توجهها من خلال برنامج لأخواننا شباب اللي نشوفهم في استهتار ورعونه عملنا ويال كثير منها وضبطناها اليوم أنا أنصح أخواني مستخدمين الطريق بالأخص الأعمار اللي ذكرتها من 16 سنة إلى 25 سنة طبعا من 16 إلى 18 سنة أنصحهم إنه لا يسوي بالسيارة إلا بعد أخذ اللي سنة حصول على اللي سنة أخواني من أعمار نقول من 18 إلى 25 هذا رح يؤدي إلى إجراء قانوني صارم يعني ما أحد رح يساهل فيه رح يتحول إلى تحقيق المخالفات تحقيق المخالفات مجزئ في ناس منهم ينحالون نفس الوقت ونفس الدقيقة ينحالون إلى محكمة وعندنا بعد إحصائيات على المحكمة إنه يحلون إلى المحكمة ويأخذون حكم شفنا في أحكام طلعت العقيد محمد في الأمن الأخيرة اللي فيها سجن كان أكثر من حالة يمكن أعلننا عنها في وزارة داخلية إنه تم تحويل هؤلاء المستهترين إلى سجن أخذوا إلى شهر وإلى شهرين وإلى ثلاث ففي حالات سجن قاعدة وصلها يعني نفس ما قلنا يا أنت بالسهتار يا أنت السجن أو أنت وفاة أو المستشفى يعني هذا المثلث ما رح تطلع منه في السهتار ورعونا صحيح اليوم أنت تدري اليوم عيون الناس كلها منصب علينا هني بغرفة العمليات لما أنا أأيب حق المحكمة أو حق الادعاء اليوم لما أأيب لها تصوير حي ويشوف الواقع بعينه يعني هذا شيء ثابت عليه في ناس قاعدت تأخذ سبوع في ناس قاعدت تأخذ سبوعين سجن في ناس قاعدت تأخذ شهرين نفس ما تفضلت قاعد ينسجنون قاعدت تنفذ عليهم بنفس الوقت وقاعد يحالون إلى المحكمة ويدعون نفس الوقت يعني ما ينطر عليه وقت ويأخذون الحكم نفس الوقت ويودع على طول في نظارة المرور أو الجهة المفتصة يقومون باستلامه العقيدة محمد كل الشكر لك ونتمنى يعني مزيد من الجهد لحفظ شبابنا أنت ولي يعني كرجال تحفظون الشباب من هذا السهتار والرعون وتحفظون العواعي من هذا السهتار والرعون من الشباب كل الشكر لك العقيدة محمد عفونا عقيدنا عزائي المشاهدين أزلنا مستمرين في برنامجنا تابعون عزائي المشاهدين لازلنا مستمرين في برنامجكم الأمن والمواطن متواجهين الآن في غرفة التحكم المركزية تابعة لدارة العامة للمرور طبعا هذه الغرفة على مدار الساعة تعمل لحفظ الأمن والأمان ومراقبة الحركة المرورية ورح يكون ضيفنا الآن رئيس قسم غرفة التحكم المقدم عبدالله برحمة أحب أحييك عقيد ناصر سيدي بقرفة التحكم المركزي أنتو والأخوان المشاهدين طبعا المقدم عبدالله حنا شفنا يمكن أخوانك رجال الأمن تواجدين في مراقبة الحالة المرورية والأمنية من خلال الكاميرات المتشر على الشوارعنا الرئيسية نحن نعرف كم كاميرا قاعد تغطينا شنو السلوكيات الخاطئة التي قاعد تشوفونها من خلال مراقبتكم لهذه الكاميرات عقيد ناصر أنت عارف يعني غرفة التحكم المركزي تابعة للإدارة العامة المرور فيها ما يقارب 184 كاميرا منها خمس كاميرات متنقلة على الشوارع الرئيسية وعلى الطرق الدائرية والمناطق التجارية والمناطق المأهولة بالعدد المركبات والسكان نعم طبعا واجب لحنا تسهيل حركة مراقبة الطرق الرئيسية تسهيل حركة حق صاحب السمو والعهد تحرير المخالفات كذلك مراقبة أي شيء يصير على الطرق مثال حادث يصير على الطريق يبلغ أخواننا الدوريات بالشوارع أخواننا دوريات المرور أو النجدة نفس الأمر إذا فيه مركبة عطلانة أو فيه أي حدث يصير بالشارع نحن نتعامل معه عن طريق إبلاغ أخوان الدوريات وبالنسبة للتقاطعات هم يتم مراقبتها ومتابعتها وإذا فيها أي خلل من خلال غربة التحكم هذه طويل عمر التواقية كلها عندنا يتم تعديلها مثلا إذا تقاطع فيه اتجاه فيه قصور بالتوقيت التعديل يكون من عندنا عن طريق الكاميرا يكون عن طريق الإخوان العمليات يتم شكوة أو مبلغ أو دورية ما أو نحن عن طريق الإخوان المراقبين وهم يراغبون للحركة المرورية في أي قصور نعدل على التوقيت من الفنيين والمهندسين مختصين بالأمر هذا المقدم عبدالله نحن ندخلين الآن على استعدادات العام الدراسي أو الموسم الدراسي بعد توقف أكثر من سنة وسبع شهور متوقف الدراسة الآن لا لحن جاءت ترجع الحياة الطبيعية إلى سابق عهده في المدارس فرح تكون بداية العام الدراسي إن شاء الله فيه ثلاثة عشرة شو نسعد ذاتكم بالنسبة للتوقيت التوقيت هذه خلاص أتوقع أنها رح تتغير شون رح تتعاملون معاها نحن عندنا طويل عمر فريق مختص بتعديل التوقيت من مهندسين ومن فنيين يعني نازلين الميدان وعارفين وعارفين الدخول قبل الكورونا نعم قبل سنتين وقبل ثلاثة سنوات فعندهم خبرة سابقة عندنا توقيت سابقة نحن ننزلها مرة أخرى عندما تدري الفترة اللي طافت التوقيت كلها اختلفت لأنه لا يوجد حركة الحركة المرورية يشبه أني معدومة فرح ننزل توقيت مع دراسة الأخوان ومراغبتنا شوي شوي نعدل الحركة إن شاء الله طبعا نحن نعارفين في بداية العام الدراسي يكون الخروج الناس كلها في نفس التوقيت فتسبب هذه الزحمات إن شاء الله سيكونون رجال المرور متواجدين في قرفة العمليات ويتم تعديل التوقيت من خلال تواجد كل الشكر لك المقدمة عبدالله برحمة ونتمنى لكم التوفيق وكل الشكر لأخوانك وخواتك المتواجدين في قرفة التحكم لمتابعة الحالة المرورية كل الشكر لكم شكرا طالما 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 كل شكرا طالما لحمة الله أعزائي المشاهدين لازلنا مستمرين معاكم في برنامجكم الأمن والمواطن الدور التوعوي تقوم فيه وزارة داخلية متمثل في الإدارة العامة للمرور وفي الإدارة العامة لعلاقات العامة سوف نتعرف على الدور التوعوي في الإدارة العامة للمرور سيكون ضيفنا اليوم العقيد نواف الحيان رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية لإدارة العامة للمرور سوف نعرف لك مفاهيدا في حلقتنا أهلا والسلام سأكبر في حلقتنا أما أننا لم يتحدث عن الدور كما نرى حلقتنا اليوم كان على السهتار والروحون الذي يشاط في شوارعنا الرئيس ما هو دور للتوعية المرورية من قبل الإدارة العامة؟ بداية رحب فيه كومنين مثل ما كنا نقول دائما على موضوع مخالفات الاستهتار أو مخالفات السباق أو مخالفات التي تكثر بالشوارع وفيها خطورة شديدة بالرغم من جميع الجراءات المشددة التي تكون فيها وزارة الداخلية أو الدارة العام الممرور إلا أن هذه المخالفات لا زال واضعة وكل قاعد يشاهدها على الشارع نعم إذا بنذكر حاجتنا في دولة الكويت نحتاج إلى تشديد القوانين أسوة جميع دول الخليج أو دول العالم اللي قاعدة تشديد القوانين تزامنا مع الوقت الراهن اللي هي تحتاج المخالفات الهاتف النقال كانت ثلاثة عدن يعني ما تذكر كخطورة ولكن الآن أصبحت متصدر من عشر سنوات لسبب رئيسي للحواذ من الأول كثير من الحواذ المصابات وفيات للأسف نرجع على موضوع استهتار ورعونة وين المشكلة عندنا في موضوع استهتار؟ المخالفة موجودة، حجز موجود، نظارة مرور، الإجراءات المشددة لديهم في وزارة داقلية إلا أن هذه المخالفات لا تزال موجودة نحن نحتاج قبل وصول التوعية أن نوصل التوعية إلى المنزل لأسرة نفسها يجب أن يكون الوعي موجود لدى رب الأسرة، لدى الأخوان الكبار في الأسرة، لدى الأخوان في زارة الأوقاف من خلال خطب المساجد من خلال مدارس، يجب أن توصل هذه التوعية من خلال حتى المدارس ابتدائي، ثانوي، متوسط، جميع المراحل ولكن دعني أستوقف عند شغلة واحدة إذا كنا نعتبر هذه الشغلة كمخالفة، هم يعتبرونها المخالفين يعتبرونها كهواية كهواية؟ نعم يفترض أن يكون تنظيم لهذه الهواية عندنا كثير من المضامير والساعات الممكن أن نتنظم لهذه الفئة من الشباب المكان الآمن لهم من حيث الساحة، سيفتي موجود طوارد طبية موجودة، دوريات، مطافي ولكن للأسف لا يتم توفيرها بالقدر الكافي بالرغم من أن هذه تعتبر مخالفة خارج المكان المسموح فيه إلا أن داخل المكان مسموح ممكن يتغلل يمكن أن لا تمنع المخالفة بشكل تاعم ولكن على الأقل ستتخفف بشكل كبير جدا نتمنى إن شاء الله نشوفها وتسحب هذه الطاقات من الشباب مثل ما كنا نقول الأولاد لو كانوا نمنعهم اللعب الكورة في كل مكان سيقومون في البيت ويسووا لنا مشكلة فنتمنى أن تتوفر هذه الأماكن بالقدر الكافي والفترة الزمنية الكافية وحتى لو كان فيها رسوم بسيطة فتستغطب عدد الأمان والأمان تستغطب عدد كبير من الشباب فيفرغ طاقته في المكان هذا ولا أن يأخذها على الشارع وسبب خطورة عليهم وعلى غيرهم سامت أقيد نوف شون الدور تقومون فيه في الإدارة عامل المرضي وشون قد توصلون لحب الشباب وخاصة الآن ممكن فترة ما رجعت الجامعات أو المدارس الآن ممكن رح ترجع إن شاء الله في التقنيب العاجل ما هو دور التوعية تصلون لهم؟ للأمانة كتواصل من خلالكم أنتم مشكورين دائماً وأبداً يعني من خلال دار عامل الإعلاقات والإعلام من خلال وزارة الإعلام يتم توصيل التوعية المرورية مثل ما تفضلت من خلال خطب المساجن من خلال محاضراتنا نقوم فيها بشكل متواصل مع الأخوان في وزارة التربية من خلال النشرات المستمرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في الدار عامل المرور أو من خلال وزارة الداخلية لكن مثل ما قلت لك الموضوع التوعية المرورية يفترض أن يكون هم للدولة كامل تحمله يفترض أن يكون مسؤولية للجميع وليس مسؤولية لجهة معينة خصوصاً أن هذه تتعدى جميع مراحل أو واطياف الشعب كلها الطفل يتضرر منها والكبير يتضرر منها الأسرة كاملة الأسرة كاملة يفترض أن يكون التوعية المرورية مسؤولية للجميع وجميع شراح المجتمع ويضاً جميع مؤسسات دولتكم العقيد نواف يعطيكم العاقية الأمانة شغل واضح كنا نشوفها من قبل أخواني في المرور يعني الأمانة شغلهم نشوفها من خلال ضبطيات من خلال توعية من خلال توصيل رسال توعوية وأمنية لأخواننا المواطن المقلل والمقومين باجي دور الأسرة في توجيه أبنائها وفي مراقبة أبنائها كل شكراً لك العقيد نواف شكراً لكم عزائل المشاهدين لازلنا مستمرين كابعون عزائل المشاهدين لازلنا مستمرين في برنامجنا الأمن والمواطن والآن متواجدين في الإدارة العامة للمرور في قسم العمليات نتعرف على الدور اللي قموا فيه أخوانكم رجال الأمن والإدارة العامة للمرور ومضاحث المرور في التصدي للممارسات الخاطئة من السهتار ورعونا في شوارعنا الرئيسية معنا المقدم فهد محمد الجمهة رئيس الرقابة الأمنية في الإدارة العامة للمرور رحب فيك المقدم فهد المقدم فهد نحن شايفين في استهتار ورعونا في شوارعنا في بعض الأماكن المخصصة وشفنا في الآونة الأخيرة يمكن دور كبير لمضاحث المرور في ضبط هذه المخالفات نبتكلمنا على هذه المخالفات ودوركم في ضبطها في الإدارة العامة للمرور بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن بالقسم الرغابة الأمنية تخصصنا المخالفات الجسيمة منها الاستهتار والسباك الآن نحن داشئين على موسم الشته وغالبا ستكون زيادة في الاستهتار بسبب طول الأمطار طبعا نحن من الآن حطين خطة مراقبة كل الأماكن والمناطق التي تحدث فيها الاستهتار أقلب الأماكن معروفة للكل نرصدها عندنا أكثر من طريقة كذلك عندنا الدوريات شقارة 24 ساعة صوص الاستهتار وبالإضافة لخدمة الواتسر تقدر تطرش أي أحد يقدر يطرش الشكوى اللي شوهت جدامه استهتار سباغب ما شابه نحن بدورنا راح نستلم الشكوى راح نطلع عليها الدوريات ما حصلنا السيارة بالموضوع راح نتوجه ليلة البيت راح نسلم تكليف بالحضور إذا ما متثل بالتكليف الحضور عندنا أكثر من إجراء نقدر نتبعه إذا ما متثل بالحضور في السابق كان الضبط فقط عن طريق الدوريات الحين كثرة الطرق نقدر نراقب نقدر نستقبل شكاوي نقدر حتى مواصل التواصل الاجتماعي جميعها مراقبة أي شخص راح يصور نفسه ووهو يستهتر راح نقدر نهضره سواء السيارة كانت كويتية أو غير كويتية موجودة في الكويت عندنا ربط كامل لجميع بيانات السيارات أكثر الشباب يستهترون بلوحات غير كويتية يعتقد أننا ما راح نقدر نوصله وما نقدر نطلع بياناته هذا الكلام غير صحيح نقدر نطلع بياناته وفيه مواقف حصلت وفيه شكاوي عندنا حصلت وهذا تقريبا 90 مليمية من شغل الغسم اللي هو الاستهتار نعم زين المغادن فهد نعرف دوركم كمطاحث بدون البلاغات يعني أنت وفيه فيه أماكن نشوفها ملاحظة يعني مثلا أنا أقول فيه فيه الوفرة فيه جسر جاب فيه المنطقة فيه أماكن معروفة وأوقاتها معروفة يعني فيه الخمس الجمعة الوكيند شونا دوقكم وشونا الحملات التي تسومونها أنت وفيه فيه فيه تصدي لهذه الاستهتارات وهذه الأعمال في الاستهتارة صح طبعا نحن نشارك دوريات المرور بالنسبة للك الحملات الحملات مستمرة طوال أيام الأسبوع نحن نكثف نشاطنا أكثر من الدوريات في أيام نهاية الأسبوع والعطلة الرسمية قبل الوقوع الحدث ستجد دورية مباحث موجودة في دورية رصد تدخل تسجل أرغام المركبات الموجودة الدراجات موثق الاستهتار وبالإضافة إلى هذا دخلنا طيارة الدرون حاليا نستخدم طيارة الدرون توثق السباق والاستهتار بشكل كامل مع أرغام السيارات لا يستطيع أن يعترض على مخالفة كل شيء موثق المقدة فهد في الشارع والميدان على ما يقولون ماذا ترى من استهتار ورعونة ماذا ترى من استهتار ورعونة وتحب توجه من خلال برنامج توصل لسالة لإخوان الشباب طبعا الآن لدينا مشكلة الأحداث أغلب الأعمار من 16 بل شو يسوقون سيارة باستهتار في السابق قيالة مركبة بدون رخصة فقط كان فقط وصل الموضوع يطلع بالسيارة ويستهتر بالسيارة وعندنا الدراجات النارية والبقيات في السابق كانوا أكثر الموجودين أحداث فنحن نبي نوصل رسالة حق أهاليهم ولدك ما كمل السنة الغانوني لا تسلم سيارة حفاظا عليه وعلى اللي معاه بالشارة نحن نشوف البوكسات واللقات كلها لقات حية من استهتاق من رعونة وضبطيات كومتوك في المرور ومضاعف المرور الآن ندخل على مثلا الجو تعدل في كريم الأماكن أين تكون السهتار ورغوني أين يكثر أماكن مهينة في أماكن البحر في خيران أين تشاهدون هذه الأماكن بالوقت أكثر الأماكن في السهتار وهو طريق الصبية طريق الوفرة جسر جابر منطقة تشبد هذه أكثر الأماكن التي يكون فيها تجمهر كبير لما تصدونهم ويتودونهم طبعاً الشخص الذي نضبطه سيارة إلى قراج الحز والشخص يتسلم إلى إدارة تحقيق المخالفات لنظارة المرور طبعاً المقدم فهد بالنسبة ل الذين تضبطونهم يتم تحويلهم إلى نظارة المرور كيف تتعاملون معهم؟ يتم إدارة تحقيقات وإجراءات معينة صح هناك بايتين أقل من 18 سنة يتوجه إلى شرطة الأحداث يتوجه بنفسها وهو مركبته مركبته هذا الحدث نتوجه فيه إلى إدارة الأحداث أما الفوق 18 سنة نتوجه فيه إلى نظارة المرور أول ما يسسلم الشخص على طبعاً في نظارة المرور مثل المقدم فهد حوادث صارت حق الذي يستهتر أتوقع هناك بلاغات كثيرة تحصل لكم هناك مرة مرة استهتروا أدى إلى حوادث وأدى إلى أصابات؟ صح في بعضهم أدى إلى وفاة نعم يعني مو بس حادث أدى إلى وفاة الشخص وكذلك الجمهور يعني هذا أعتقد سنة يمكن الحادث اللي الله يرحمه يمكن الناس المتجمهرين كانوا أعتقدت فوق الأربعة كان في منطقة تشبه صح نقدم فهد كلمة تتوجهها للشباب من خلال برنامج طبعاً نتكلم عن الاستهتار لكل عبال الاستهتار فقط السباق والتشفيق ومشابه كذلك رعونة بالغيادة اللي هو البتوين خطورته نفس خطورة السباق والاستهتار عندما تذهب على سرع عالية ومددش بين السيارات هذا يسبب حادث أكثر ما أنت تذهب على سيدة متسابق أو قاعدة تشفط مكان ما فيها نعم نصيحة للكل تسوق سيارتك التزم بحارتك تخرج من حارة إلى حارة استخدم إشارات التنبيه أغلب الحوادث تصير بسبة السرع العالية والهاتف والبتوين نعم كل الشكر لك المقدم فهد ونتمنى توصل رسالتكم في الإدارة العامة المرور هي رسالة اللي نحاول نوصلها هو رسالة مرورية الحفاظ على الأمن والأمان وصحتهم وسلامتهم أعطيك العافية موسيقى ألم أن أنا أمد الأمان للوطن ألم أن أنا أبدع ورح تهيب أمد الكويت ما نهى والله يعرجانها أمد الكويت ما نهى والله يعرجانها أمن الكويت ما نهان والله يعني شأنها أنا قاية ألوانها الله الوحن الأمين أنا قاية ألوانها الله الوحن الأمين